السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل فردة واسم مثوايا ومثواكم اللهم آمين واسعد الله وقاتكم بكل خير نعرف جميعا أن أحاديثة جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذكر المهدي ومن ضمن هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتقوم ساحة يخرج رجل من أهل بيتي اسمه على اسمي واسمه إبيه على اسمي أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلمة وتقريبا شبه اتفاق بين أهل السنة أن رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان يعني من علامات الساعة الصغرى وقيلة من العامة الكبرى ولكن الأقرب أنه من الصغرى وأن هذا الرجل اسمه محمد بن عبد الله وأنه من ولد فاطمة واحتمال أن يكون من ولد الحسن وإن كان الأكثر على أنه من ولدي الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وأن هذا الرجل يصلحه الله تبارك وتعالى ويقود هذه الأمة المحمدية لفترة حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام وعندما ينزل عيسى يكون هذا الرجل قد أمى الناس أو سيأم الناس في الصلاة فعندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام يقدم عيسى ليصلي فيهم فيقول عيسى بل أنت تصلي بينا تكرمه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم فرضا ثم بعد ذلك يقود عيسى الأمة صلوات ربي وسلامه عليه ويكون خروج الدجال وخروجه يأجوج ومأجوج حتى يتوفى الله تبارك وتعالى هذا الرجل الصالح يعني محمد بن عبد الله ويتوفى أيضا عيسى عليه السلام هذا هو المهدي عند أهل السنة والجماعة خرج الرافضة بمهدي آخر وقالوا أن اسمه محمد بن الحسن وأنه ولد من مدة طويلة طويلة جدا اختلفوا في سنة ولادته على أقوال كثيرة منها أنه ولد سنة 52 ومائتين أو 55 ومائتين أو 56 ومائتين أو 57 ومائتين أو 58 ومائتين أو 60 ومائتين اختلفت كثيرة جدا في مولده وأيضا اختلفوا في أمه واختلفوا في هل يعيش الآن بين الناس أو أنه مختفن هل هو في الجزيرة الخضراء أو في مثلث برمودة أو غير ذلك كلمات كثيرة جدا جدا في هذا الرجل وليس هذا الحديث معكم في بيان الاختلافات الشيعة في هذا الرجل يعني محمد بن الحسن كما يدعون ولكن دعونا نذكر فروقا بين المهدي عند أهل السنة والجماعة والمهدي عند الشيعة وذلك أنهم يستدلون أحيانا بأحاديث أهل السنة على وجود المهدي يقول أنتم تؤمنوا المهدي ونحن نؤمن المهدي الخلاف الذي بيننا يسير في هذه المسألة ونحن متفقون على وجود المهدي ونختلف في أشياء يسيرة نقول لا بل هناك اختلفات كثيرة جدا بين مهدي أهل السنة ومهدي الشيعة سأذكرها بشكل سريع مع عزوها إلى مصادرها حتى يتبين الأمر ويتضح ويكفي أن نعرف من حيث المبدأ أن مهدي أهل السنة والجماعة ليس منتظرا والناس تعيش حياتها وتجاهد في سبيل الله وتدعو إلى دين الله تبارك وتأمر المعروف وتنهى على المنكر وتعبد الله تبارك وتعالى بيّنت من أمرها ولا يتوقف الدين عليه بينما مهدي الشيعة يتوقف الدين كله عليه وأنه معصوم وغير ذلك من الأمور ذاك ينتظرونه ويسمونه المهدي المنتظر وأنا سأسرد عليكم الآن الفروقات التي بين المهدي عند أهل السنة والجماعة والمهدي عند الشيعة وهي قريب من ثمانين فرق بينهما فأسردها لكم حتى تتضح الأمور هذا كتاب لي ليس من باب الدعاية لهذا الكتاب ولكن من باب الإخبار متى يشرق نورك أيها المنتظر وذكرت فيه هذه الاختلافات بين مهدي أهل السنة ومهدي الشيعة وجعلتها في جدول حتى تتبين الصورة إن شاء الله تعالى أولاً مهدي الشيعة اسمه محمد بن الحسن بين مهدي أهل السنة واسمه محمد بن عبد الله مهدي السنة لم يولد بعد وهو من علامات الساعة كما ذكرنا بينما مهدي الشيعة ولد قديماً يعني كما قلنا سنة مئتين واثنين وخمسين مئتين وخمسين ستة وخمسين سبع وخمسين ثمانين وخمسين فهذا الاختلاف الذي بيننا وبينهم أما الاختلاف في ولادته فهذا في بحار الأنوار الجزء الحادي والخمسين من الصفحة الثانية إلى الصفحة الثامنة والعشرين الفرق الثالث أن المهدي عند الشيعة عندما يخرج يصلب أبا بكر وعمر ويجلد عائشة بينما مهدي أهل السنة لا يفعل شيئاً من ذلك وهذا الكلام موجود في بحار الأنوار الجزء الثاني والعشرين صفحة أربعين ومئتين والجزء الثالث والخمسين صفحة أربع عشر يعني إذا خرج المهدي عند الشيعة من أعماله التي يقوم بها يخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويصلبهما ويحرقهما ويخرج عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه ويجلدها الحد والعياذ بالله كذلك المهدي عند الشيعة يقتل العرب وهذا في بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسين صفحة أربعين وثلاثمائة بينما مهدي أهل السنة كما جاء في الحج عند أبي داود وأحمد وغيرهما يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورة الخامس ولادة المهدي عند الشيعة غير طبيعية لأنه جاء في بعض رواياته أنه يولد من الفرج وفي بعض رواياته يولد من الجنب أنا أول مرة في حياتي أعرفه طفلاً يولد من الجنب هم يقول هالما هلما هلما يريدون أن يجعل له هالة فكل شيء في حياته غريب جداً ومن هذه الغراب أنه يولد من الجنب وهذا الكلام في بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسين صفحة ستين وعشرين وعلى فكرة هذه المعلومات ليست في بحار الأنوار فقط بل في أكثر كتب الشيعة التي تكلمت عن المهدي المنتظر سواء للطوسي أو الطبرسي أو لبن بابويه القمي الصدوق وغيرهم والنور الطبرسي كلهم لما تكلموا عن المهدي ذكروا هذه الأشياء ولكن أنا فقط حتى لا أكثر من ذكري المراجع على كل حال أكثر من مرجع تكلم عن هذه القضايا وبحار الأنوار أنا اعتمدته لماذا؟ لأنه أولا هو من الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة الاثنين عشرية والكتب الثمانية هي الكافي والاستبصار والتهديب تهديب الأحكام وفقيه من لا يحضره الفقيه والخامس هو وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل الثادس والوافي وبحار الأنوار فهو من الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة الاثنين عشرية وذلك حرسته عن أنقل منه وإلا في كتاب الغيبة للطوسي في كتاب التمال منه وكمال النعمة للصدوق وإعلام الوراء للنور الطبرسي وتاريخ ما بعد الظهور وتاريخ ما قبل الظهور للصدر وغيرها كثير من الكتب التي تكلمت عن هذه الغرائب في حياة هذا المهدي قلنا ولادته غير طبيعية وهذه بحار الأنوار جزء الحادي والخمسين صفحة ستين وعشرين وأما المهدي عند أهل السنة يولد طبيعيا كسائر البشر المهدي عند الشيعة يهدم المساجد وهذا أيضا في بحار الأنوار صفحة نتين وخمسين صفحة عفوا ثمان وثلاثين وثلاثمائة الجزء الثاني والخمسين بينما مهدي أهل السنة يعظم المساجد المسألة السابعة يأتي بقرآن جديد مهدي الشيعة إذا خرج يأتي بقرآن جديد وهذا في الغيبة لأنه عماني صفحة مئتين وأما المهدي عند أهل السنة لا يأتي بقرآن جديد ترجمة نانسي قنقر